بعض القضايا الدينية والشرعية فيما يتعلق والحلف اليمين أو حتى التلفظ ببعض الكلمات التي تعني إلزام الشخص ومحاسبته ووجوب التنفيذ نذرا علي إلا أعمل كذا وكذا إذا صار كذا وكذا هذا المفهوم وهناك تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة مباشرة مع الشيخ شريف عجاج إمام المسجد الجديد سعد صباحك فضلت الشيخ الله يسعد صباحكم أجمعين يسعد صباح المشاهدين ويسعد صباح مواطنين وأحبتنا ومتابعين في كل مكان أهلا وسهلا بك يعني هذا اللفظ من ناحية دينية من ناحية شرعية تلفظ بي نذرا علي إلا أعمل هيك وهيك إذا نجح مثلا ابني في الثانوية العامة أو إذا حصلت على كذا وكذا خلينا نقول الحكم الشرعي لهذا التلفظ ومفهوم النذر في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بالنسبة لموضوع النذر هذا شيء موجود يعني عند الناس ونعيشه ونسمعه شبه يومي النذور بالنسبة لموضوع النذر له معنى واسع وله المعنى الضيق الفقهي المعنى الواسع يشمل المعنى الشرعي معنى نذر أي أوجب على نفسه وقطع على نفسه نعم هذا في اللغة العربية فالنذر باب واسع كبير عظيم ذكر في القرآن الكريم كما ورد في قصة أم مريم ابنة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة أي أوقفته وأوجبت على نفسي أن أجعله خادما للمعبد أو خادما للديانة أو خادما لهذه المسائل المواضيع فأوجب على نفسه وقطع على نفسه أي نذر على نفسه وهذه موجودة في آيات كثر في كتاب الله المرء حياته كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وضمن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء السمحة أما عندما نأتي إلى المعنى الفقهي فهو التزام قربة غير لازمة التزام قد يلزم المرء نفسه بقربة وطاعة من السنن مثلا ما بصير نقول إن نجح ابني بالدنذر أصلي خمس فروض هذه قربة واجبة لا يكون فيها النذر أو ينذر أن يصوم رمضان رمضان واجب يعني هذه بطبيعة الحال أساسا أمور واجب واجبة لكن إذا جاء في أمور مباحة كالذبح أو الصدقة أو الإطعام أو أن يعتمر فهذه يقع فيها النذر ويجب على النذر أن يوفي بنذره كما نذر من نذر أن يطعم فليطعم من نذر أن يعتمر فليعتمر من نذر أن يتصدق فليتصدق فأيضا النذر يكون في الطاعة ولا يكون في المعصية نذر علي ما بحكي معه ولا بطيحه داره يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن هذا النذر الآن هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر في أقدار الله سبحانه وتعالى ولا في صحة ولده ولا في الدرجات ولا في العلامات ولا في قبول الوظيف ولا في غيره إنما كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما يستخرج به من البخيل يعني من قطع على نفسه مثل هذا الأمر كثير من الناس تجده بعض الناس لا يتصدق ولا يتطوع لكن يصير معه حدث يصير معه مرض معين الله سبحانه وتعالى يجري هذا على لسانه ليستخرج به منه والأفضل من هذا النذر أن لا يسبق لسانه بهذا اللفظ وأن يجعلها من باب النفقة من باب الصدقة من باب الكذا أحيانا هنا في محظور شرعي محظور شرعي كأنه بمفهوم المشارطة بين العبد وربه مثلا عندنا في الشغل في الأعمال بتشتغلي ساعتين إضافيات ساعة ونص بتقوله بنجزلك المهمة بأسرع وقت بخلصلك الصفقة البيعة الفلانية وإلي كيت من كيت مشاركة ما في بأس في ذلك لكن أن يقع في القلب مشارطة بين العبد وربه مثل هذه المعاني فهذا حرام ولا يجوز وهذا يعني إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى فنحن نقول لنتعد عن مبدأ المشارطة الله سبحانه وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى كريم حكيم عليم يحب لنا اليسرى والتوفيق والتيسير ونحن أحيانا الذين نعسر على أنفسنا فلأجل ذلك يجب أن ننقي أذهاننا وقلوبنا من هذه المشارطة لا يتذكرون الله إلا عند المصائب والكوارث طب يعني شخ شريف لماذا البعض بصراحة يلقي على كاهله ما هو أثقل مما يستطيع يتحمله بصراحة البعض ينذر بأمور أكثر من قدرته يعني نظرا علي إلا أودي مثلا عمر أو حج أو ما إلى ذلك لنفرد وهو عارف وميقن تماما أنه ليس بمقدوره أن يقوم بالإفاء بهذا النذر فهل يجازى أو يحاسب على هذا النوع من اليمين أو الحلف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وأيضا امتدح الذين يفون بنذورهم وذكر أنها من صفات أهل الإيمان يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة وفي آيات كثر فإذا نذر المرء لنفسه فقد قطع عهدا بينه وبين الله في ساعة الفرح أو في ساعة الحزن دائما النصائح التربوية والنفسية أنها لا تعطي وعدا ولا تتوعد أحدا في ساعة فرح أو حزن لأنه قد تكون أنت في غير الإدراك الكامل وفي غير التقدير الكامل للموقف الذي أنت فيه أحدهم نذر أن يذبح عجلا إذا قامت زوجته بالسلامة من الولادة تعسرت ولادتها وفي المستشفى جلست وجوز 11-12 ساعة وبعدين صار عندها هبوط في بعض العلامات الحيوية وهو مش مقدور ويذبح خروف بس من محبته لزوجاته وعاطفته للمولود الجديد والظرف الذي هو يعيش فيه نذر أن يذبح عجلا 12-15 ألف اللي هم وبعدين صار يسأل شو بتدعمل شو بتدعمل وجهنا على المفتي وشوف المفتي شو بده يعني يستفسر منه إلى آخره ففي ساعة الفرح وفي ساعة الحزن عن المرأة يضبط نفسه نستذكر قصة أم سلمة أم المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها حينما توفي زوجها أبو سلمة وكان طيبا معها وحسن العشرة فبكت عليه وقالت من مثل أبي سلمة فنبي صلى الله عليه وساها في ذلك وهي عند القبر أو عند الوفاة فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به بعد أن عادت لها سكينتها تذكرت ما لا تحدثت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم خططها النبي وتزوجها وكان خيرا من أبي سلمة ومن أخير من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك في هذه الساعات يجب أن نضبط أنفسنا ونقول إن شاء الله تعالى هذه الوفاء بالنذر واجب على المرأ إذا لم يستطع الآن فواجب عليه حينما يستطيع إن شاء الله تعالى وأن يرفقوا بأنفسهم عند هذه النذور وأن يبتعدوا عن هذا المبدأ كله من أوله إلى آخره وأن يجعلوها صدقة دون نذر ودون حلفان يمين والتزام إن يجعلوها صدقة ويجعلوها نفقة على العيال على الأهل فهو أعظم أجرا وأقرب من روح الشرع وأقرب من المعاني الفاضلة الكريمة التي تحدثنا بها نعم طب تصحيح مفاهيم خاطئة لدى الناس فيما يتعلق بالنذر أبرز هذه المفاهيم فضلة الشيخ من أبرز الأمور التي يجب أن تصحح عند الناس أنهم ينذرون بقطيعة الرحم وينذرون بالمعصية أحيانا تكون هناك مشاكسات وبعض الاختلافات بين أولي الأرحام الأعمام والأخوال وأبنائهم وأبناء الأخ فممكن يكون مثلا للمتجني هجران مؤقت من باب التأديب والتقريع والزجر دون يعني النيل من عرضه وسمعته ممكن يكون مثلا قطيعة مؤقتة لمثل هذا العاصي لمثل هذا المتعد ورد عن مظلمته لكن أن ينذر على نفسه المرء بقطيعة الرحم فهذا لا يجوز وعليه أن يحنث بيمينه وبنذره ويكفر عنه ويصل رحمه نحن ذكرنا الهجران لأجل التأديب موجود عندنا في وسائل التربية الإسلامية لكن ما ينذر بقطيعة الرحم ما ينذر بشيء فوق طاقته كما ذكرنا آنفا ويبتعد عن نهائيا ينزع المرء من نفسه مبدأ المشارطة ما يقع في قلبه مبدأ المشارطة مع الله ما في مشارطة على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذا المعنى هذا إساءة ظن وإساءة أدب بالله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين الله سبحانه وتعالى رحيم بنا وحتى لو أنزل مرضا على أحد منا أو فقرا أو حبسا فإنه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى نحن لا ندركها ولا نعلمها فيها الخيرة البالغة فهذه أهم المفاهيم التي يجب أيضا الإفاء بالنذر يعني نجد فلان أو فلانا ناذر قبل عشرين سنة ولحد الآن ما حققت نذرها المسارعة بإيفاء النذور هذا من أولى الواجبات والديون بين العبد وربه سبحانه وتعالى نعم إذن بالتالي هنا يحتم علينا هذا القول أن نكون بصراحة أكثر حذرا وتأني في موضوع التلفظ والحلف وما إلى ذلك هذا ما يتعلق بما يجب علينا أن نقول وما يجب علينا أن نعد به خلال الفرح أو خلال الوقت الحزن صحيح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأن الإنسان سيحاسب على هذا القول سيحاسب المرأة على كل قول قاله ولم يوفه على كل أذن صدر من لسانه ونريد من إخواننا وأخواتنا كثير هذه من شوفها ومن يسمعها النذور على الريح وعلى الجاي ولا يحققوها هذا استهانة وهذا عدم تقديس وعدم تعظيم وتوقير لله سبحانه وتعالى لكن مثلا عند النسوان كلمة زوجها أو كلمة أبوها ما بتطيح الأرض أما الأيمان والنذور عندها حبطرش ما حدا بيوفي بالنذر وما حدا بيقوم بهذا الواجب تجاه الله سبحانه وتعالى والله أحق أن يقدس وأحق أن يبجل وأحق أن يعظم ابتداء نريد أن نوقر الله ونقدره ونعظمه حق تعظيمه ثم بعد ذلك إن صدر منا نذر أن نوفيه وأن نسارع بإيفائه وهناك بعض الأحكام الفقهية في النذور من حيث الإطعام وغيرها يعني إن شاء الله في لقاء آخر نتضرق لها بإسهاب أكثر وأكبر وإجمالا يعني نأمل دائما وأبدا أن نتلفظ بكل الخير وأن نكون واعين ومدركين لما نقول لكن في هذه اللحظات أشكرك جزيل الشكر فضلت الشيخ شريف عجاج في هذه اللحظات ولكن بالتأكيد هنا نود التذكير بخصوص كنت قد أيضا ترقبت واستمعت للشكاوة التي وردتنا هنا بعد الاتصال والتواصل مع الدكتور هيثم أكد وصرح أن هذه الكراسي مستوردة من وزارة الصحة أرسلتها للمستشفدات ومنها ما تم إحضاره لمشفى ثابت ثابت الحكومي هذه الكراسي مصنعة من قبل شركة خاصة يتم استخدامها لنقل المرضى لمسافات قصيرة جدا من السرير بالمشفى لغاية السجارة أو لقضاء حاجة مثلا لا تستخدم لعلاج مريضه من الأسباب تصنيعها بالبلاستيك وهو لسهولة تنظيفة وتعقيمها خاصة للمشفى لغاية السجارة أو لقضاء حاجة مثلا لا ت أن من يستخدمهم مرضى من المشفى تتم تنظيف وتعقيمها إما من بعض الأوساخ أو الدماء وما إلى ذلك مستغرب يقول كمية الضوضاء التي حصلت وما تم تناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن هذه الكراسي مصنعة من قبل شركة خاصة أي بطريقة مريحة للمرضى ويطلب من المواطنين فضلا وليس أمرا أن لا يحكموا علي هذه الصورة قبل فهم ما هيتها وطبيعتها شكرا للدكتور هيثم شديد دائما أبدا على السرعة الاستجابة وبالتأكيد في هذه اللحظات نواصل مع حضراتكم بالشكر الجزيل لكل من تواصل وإيانا ويعتبر هذا الأثير مصدر ثقة ومنبرة إن شاء الله اتصال وتواصل ما بينكم بين الجهات المختصة والمسؤولة إلى هنا شكرا لرعاة البرنامج وجزيل الشكر لطاقم العمل في الهندسة الإذا عدى أنوار الحج حمد شكرا جزيلا لك